وقلنت وزارات الصحة عقدة 52 ندوة تصقيفية لطلاب المعهد الفنية الصحية ومدارس التمريد بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج كلال ربع الأول من العام الجاري وأوضحت الوزارة أن الندوات تهدف إلى تصحيح المفاهيم عن الأسرة المصرية في المحافظات المستهدفة والتي شملت 16 محافظة مشيرة إلى أن هذه الندوات استفاد منها 2484 من طلبة المعهد الفنية والمترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج وأشرت الوزارة إلى أن الندوات تناولت التعريف بالسن المناسب لزواج وأضرار الزواج المبكر وكيفية بناء شخصية الفرد وكيفية اختيار الشريك المناسب والتربية والتنشئة الإيجابية للأبناء وكيفية التعامل مع ذوي الهمم